السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتبعي قناة كورا سبورت اهلا ومرحبا بكم في البداية ما تنسوش تلغطوا على سبسكرايب وتفعالوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اهلي جدة يكشف عن حقيقة التعاقد مع النقاز كشف ادهم الشرقاوي المسؤول بالمركز الاعلامي بنادي اهلي جدة السعودي عن حقيقة المفاوضات من جانب نادي مع حمد النقاز الظاهر الايمن الفريق الاول لقرة القدم بالزمالك وقال الشرقاوي فيه تصليحات خاصة ما اثير عن مفاوضات اهلي جدة مع النقاز غير صحيح وتتجه النية لدى مسؤول الاهل السعودي بعدم ابرام صفقات اجنبية جديدة وفسخ النقاز عقده مع الزمالك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية مدرب الزمالك يفكر في استباعد عبد الشافي امام الجونة يفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لقرة القدم بالزمالك في استباعد محمد عبد الشافي الظاهر الايصر في مباراة الجونة يوم الاربعاء المقبل ويلتق الزمالك مع الجونة على ملعب الاخير يوم الاربعاء ويدرس مدرب الزمالك اراحة عبد الشافي في لقاء الجونة ومنح قصة من الراحة لتجهيزه للمواجهات المقبلة واستغلال عوضة عبدالله جمعة بعد اكتمال جهزيته الاهلي مهدد بفقدان السلاسي الفريق امام طنطة يخضع سلاسي الفريق الاول لقرة القدم بالنادي الاهلي وليد سليمان ومحمد مجدي افشا والمالي اليو دي يونغ لفحص طب عقب العودة للقاهرة ومن المقرر ان تحدد الاشاعة والفحص الطبي موقف السلاسي من مواجهة طنطة مدرب الزمالك وشاهد مباريات الجونة على ملعبه استعدادا لموقات الاربعاء حرس الفرنسي باترس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك على مشاهدة المباريات الاخيرة لفريق الجونة في الدور الممتاز لمعرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل مواجهة الاربعاء تعفي حسين الشحات من الاصابة التي لحقت به مؤخرا وسيتواجد امام طنطة قرر مجلس ادارة نادي سموحة تعيين حمادة الصدقي مدير فني للفريق خلفا لحسام حسن والذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق واعتمد مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر تشكيل الجهاز المعاون لحمدة الصدقي ويضم الجهاز الفني كل من احمد عبد الفتاح خاميس جعفر احمد ناجي مدرب الحراس المرمى ومدرب احمال انجليزي محمد عبد الجواد طبيب مفيد خليل اخصائي تأهيل عبد الباري المليجي مدير اداري عادل محجوب اداري عمر اسماعيل مدير الشؤون اللاعبين استعداداً لمواجهة الترجل التونسي في بطولة السوبر الافريكي يدرس مجلس ادارة نادي الزمالك اسناد رئاسة بحثة الفريق في قطر استعداداً لمواجهة الترجل التونسي في بطولة السوبر الافريكي لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأكد مصدر داخل المجلس أن رئيس النادي يمين لمنح رئاسة البعثة في قطر لإسماعيل يوسف نظرا لتاريخ الكروة الكبير مع المنتخب الوطني والزمالك في البطولات الإفريقية علاوة على علاقاته المميزة بالمسؤولين في الدول العربية وأوضح المصدر أن رئيس النادي يريد إظهار البعثة بالشكل الذي يليق بالنادي خاصة في ظل صعوب السفر مع الفريق إلى دورة قطر نظرا لهجوم الدائم على حكمها ومنقف الواضح من البداية بالاعتراض على إقامة المباراة هناك وكان رئيس الزمالك ترجع مؤخرا عن موقفه بعدما تحدث مع نصر عزام مستشار النادي أكشف العقوبات المنتظر تطبقها على الفريق حال الإنسحاب ومنها الاستبعاد من النسخة الحالية لدور الأبطال ومنع المشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي لمدة موسمين علاوة على الغرامة الكبيرة التي سيتم فرضها على النادي التشخيص المبدئي لإصابة ديانج عبارة عن ألام فعضرة السمانة على أثرها اللاعب تأكد غيابه مبارة واحدة على أن يخضع لجلسات الاستشفاء فرمون ناري من فيلر بشأن نجم الأهلي قبل موقع الطنطة يخطط الجهاز الفني للنادي الأهلي بكيادة ريني فيلر لاستبعاد الدول التونسي علي معلول من مواجهة الطنطة المقبلة وجاء تفكير فيلر في استبعاد معلول للدفع بمحمود وحيد على دوق جاهزيته من ناحية طبية من عدمه أو الدفع باللاعب أيمن أشرف في مركز الزهير الأيصر بالإضافة لمعاناة معلول من الإجهاد وتأثر مستواه الفني والبدني بشكل كبير تعرف على الشرط الجزائي في عقد حمادة صدي مع الهلال السوداني كشفت إحدى الصحف السودانية عن بند في عقد حمادة صدي الذي استخدمه حتى يرحل عن صفوف الفريق الأزرق وقالت الصحيفة أن صدق استفاد من الشرط الجزائي في العقد الموقع بين وبين الهلال الذي ينص على أنه إذا قرر الرحيل يدفع راتب شهر واحد فقط تعلن تفاصيل سوبر الأهل والزمالك في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء تعلن شركة بريزنتيشن خلال مؤتمر صحفي موسع في أحد الفنادق الكبرى بالكاهرة يوم الأربعاء الموافق 15 يناير تفاصيل مباراة السوبر المصري بين قطباي القرى المصرية والمقرر إقامته يوم 20 فبراير المقبل باستاذ محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية شرط الأهل لإعارض صلاح محسن لسموحة اشترت النادي الأهل الحصول على مبلغ مليون ونصف مليون نظير الموافقة على إعارض مهاجم الفريق صلاح محسن لنادي سموحة الذي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب في يناير الجاري ولمد ستة أشهر وقال مصدر مقرب من صلاح محسن في تصريحات لأهل أونلاين أن النادي يرى أن هذا الشرط عازل وغير مبالغ فيه خاصة بعد أن تم شراءه من نادي أمبي في صفقة وصلك لـ 38 مليون جنيه الأهل نقل هذا المطلب لفرج عمر رئيس نادي سموحة وينتظر وصول رد منه وإذا لم يوافق سيتم دراسة العروضة التي تلقاها صلاح محسن وأبرزها من نادي أمبي بايا الناري من الزمالك عن الصوبر الإفريقي قطر أرض الخيانة وملف المباراة على مكتب رئيس الجمهورية أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيان رسمي منذ قليل من أجل توضيح موقف الفريق من خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي في قطر وجاء نص البيان كالتالي يؤكد نادي الزمالك أن ما نشر على موقع الدستور بأن إدارة النادي قررت خوض فريق القرى الأول بالنادي مباراة السوبر الإفريقي مع فريق الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلا مموضوعا ومن قام بنشر شخص كاذب وذلك لأن قرار مجلس إدارة الزمالك كان عدم خوض المباراة على أرض الخيانة التي تحرد على قتل أبنائنا من أبطال الشرطة والقوات المسلحة كما يشدد نادي الزمالك على أن الملف المباراة بالكامل سلم رئيس النادي للدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة لعرض على القيادة السياسية والأجهزة الأمنية محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الإدارة القانونية وإدارة العقود انتهوا مؤخرا من إعداد العقود النهائية الخاصة بمشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي مع شركة استادات الأربعاء مجلس الأهلي يعقد اجتماع هام برئاسة الخطيب يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماع يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الرياضية ويبحث المجلس في اجتماعه باستكمال خطة الانشاءات في الفروع النادي الثلاثة واعتماد خطة المرحلة الأولى من إنشاء فرع التجمع الخامس الأهلي يرفض إلغاء بند عدم المشاركة في إعارات يناير تمسك النادي الأهلي بالاستمرار في تفعيل بند عدم المشاركة لللاعبين المقرر أن يخرجوا للإعارة في صفوف الفريق الأول خلال شهر يناير الجاري بحيث أن لا يحق لهم المشاركة مع أنديتهم في أي مباراة سيكون الفريق الأحمر طرف فيها واستقر الأهلي حتى الآن على إعارة كل من حسين السيد وصالح جمعة وصلاح محسن بعدما تلقوا عروض رسمية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية فيما لا يزال موقف عمار حمدي غامض لتمسك رينيفايدر مدرب الفريق به فرج عمير سموح بريء من رحيل حمادة صدقي عن الهلال السوداني أكد فرج عمير رئيس نادي سموحة أن رحيل حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق عن تدريب الهلال السوداني ليس بسبب التعاقد مع النادي سكندري وقال عمير خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية صدى البلد صدقي وصل مصر اليوم وعلى الفور تم التعاقد معه وتابع كنت أعلم أن لديه ظروف معينة مع النادي السوداني تمنعه من الاستمرار ولكن رحيله عن الفريق السوداني ليس بسبب الانضمام نسموحة وأتم كلماته صدقي تحدث مع رئيس نادي الهلال السوداني وأبلغه بأنه لن يستمر وبعد ذلك انضم لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعي قناة كورا سبورت اهلا ومرحبا بكم في البداية ما تنسوش تلغطوا على سابسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد اهلي جدة يكشف عن حقيقة التعاقد مع النقاز كشف ادهم الشرقاوي المسؤول بالمركز الاعلامي بنادي اهلي جدة السعودي عن حقيقة المفاوضات من جانب نادي مع حمد النقاز الظاهر الايمن الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك وقال الشرقاوي فيه تصليحات خاصة ما اثير عن مفاوضات اهلي جدة مع النقاز غير صحيح وتتجه النية لدى مسؤول الاهل السعودي بعدم ابرام صفقات اجنبية جديدة وفسخ النقاز عقده مع الزمالك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية مدرب الزمالك يفكر في استبعاد عبدالشافي امام الجونا يفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالزمالك في استبعاد محمد عبدالشافي الظاهير الايصر في مباراة الجونا يوم الاربعاء المقبل ويلتقي الزمالك مع الجونا على ملعب الاخير يوم الاربعاء ترجمة نانسي قنقر